السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله راح نتعلم طريقة تثبيت ألعاب الاندرويد اللي هي كبيرة الحجم على الهاتف او غيره من أجهزة تعمل على نظام الاندرويد طبعا بالنسبة للألعاب الكبيرة طبعا بيكون فيه معانا ملف اي بي كاي اللي هو ملف تطبيق اللعب وفيه معانا بيكون ملف الداتا راح نتعلم ان شاء الله كيف نثبت اللعب وكيف نيقل ملفات الداتا بداية راح نفتح موقع اسمه mob.org ورح نستخدم في شرحنا هذا اللعب مثلا revolt راح نكتب revolt زي ما انتم ملاحظين على الشاشة ورح نضغط على اللي هو نختار اندرويد جيمز بعدك زي ما انتم ملاحظين فيه عندنا ظاهرة نتيجة revolt classic طبعا ممكن احنا نستخدم اه اللي هو غير انظمة الاندرويد في عنا اللي هو اس اس اللي هو نظام سيمبيان وفي عنا ايفون الايفون برضو وفي عنا جافا اه العاب الجافا احنا المهمة الحين ابهمنا اللي هو الاندرويد جيمز راح نختار اللي هي revolt classic بعدك راح ننزل لاسفل الصفحة زي ما انتم ملاحظين في عنا هاي الصور وفي عنا اي كمان فيديو وهاي عندك كمان عندك لو طلاح ازاي انا مكتوب عنا واي فور كاش واي فور كاش يعني وين راح نحط اللي هو ملف الداتا الا الحين راح نستخدمه في الشرح تابع معي اول شي اه راح نختار اللي هو نظام الاندرويد اللي احنا عايزينه طبعا كيفنا نعرف اصدار الاندرويد تابع معي على الجهاز راح نضغط على الاعدادات بعدك راح ننتقل الى اللي هو حول الجهاز بعد ما ضغطنا على حول الجهاز اللوحي في عنا اصدار اندرويد زي ما انتم ملاحظين طبعا عنا 4.0.4 طبعا انا محدد اندرويد 4.04 لو انت عندك النظام مختلف راح تعمل change بعدك راح نضغط على اللي هي اللي تحت هاي select your platform بعدك راح نختار اللي هو الاصدار اللي عندك على الجهاز 4.0.4 هذه راح تتحدر صفحة تلقائيا راح ننزل كمان مرة في عنا الحين ملفين راح نحملهم اللي هو في عندك for android for android 2.3 and higher طبعا معناته يعني انه بدعم النظام اندرويد 2.3 وما فوق فينا طبعا حجمه 30 ميجا راح نحمله وفي عنا برضو game cache اللي هو ملف ال data اللي حكيتلكو عنه اوكي راح نحمل الاثنين نضغط على download بنصبه ال apk راح تفلح لنا الصفحة هاي اوكي راح نضغط على download طبعا معنا مكتوب هنا download to your pc free راح نضغط على download بعد ديك راح نحملها نعمل بدء التحميل اوكي كمان راح نرجع للصفحة السابقة وراح نحمل اللي هو الملف التاني اللي هو الكاش game cache اللي حكينا عنه اللي هو data وراح نضغط على download بعد ديك راح نضغط كمان مرة على download ونحمل ملف data راح نضغط على بدء التحميل وراح نحمل الاثنين اوكي طبعا انا محملهم قبل هيك عندي راح نفتح الملف زي ما انتم ملاحظين هاينا حملنا الملفين اللي هو ملف ال apk وملف مضغوط زيب راح ننقل الملفين او راح ننقل ملف الاول اللي هو apk اللي هو ملف تطبيق اللعب على اللي هو الذاكرة الخارجية او الذاكرة الداخلية للجهاز راح نعمل توصيل للجهاز نضغط على الاشعارات وراح نضغط على تشغيل سعة تخزين usb بعد ديك راح يتصل عندنا الجهاز في الكمبيوتر راح يظهر عندنا قرصين قرص ذاكرة الهاتف نفسه وعندنا قرص البطاقة الخارجية اللي هي sd وقلولها راح نعمل لها ارسال البطاقة الخارجية اللي هي sd طبعا انا قبل كنت ناسخه برضو نعمل لو ناسخ كمان مرة بعد ديك راح نفصل اللي هو الجهاز طبعا راح نفتح ودير الملف بعد ديك راح نضغط على sd ضغط sd في اعنا زي ما انتم ملاحظين لو اجا عنا ملف revolts classic وراح نضغط عليه وراح نضغط على تثبيت طبعا عنا revolts classic premium طبعا احنا من المفترض انه ننقل برضو ملف ال data بس انا بدي انشوف هل اللعبة هتشتغل من دون ملف ال data او مش راح تشتغل اوكي راح نضغط على تم ضغط على ارغاء اوكي هيك احنا ثبتنا اللعبة ممكن اروح نشوفها عنا هيها في التطبيقات الالعاب موجودة عنا revolts classic premium لو فتحناها طبعا زي ما انتم ملاحظين اجتنا رسالة خطأ قلنا انه في ملفات مفقودة اللي هو ملف الكاش او ملف ال data غير موجود مع اللعبة طيب اوكي راح نضغط اوكي بعد ايك راح ننسخ الملف من جهاز الكمبيوتر راح نعمل توصيل اللي هو الجهاز في الكمبيوتر راح نعمل تشغيل سعة التخزين بعد ايك راح ننقل الملف طبعا راح نفق ضغطه الاول نعمل استخراج هنا طبعا راح ننقل الملف راح نرجع تصفحة اللي حملنا منها الملف نعمل خلف او تلاحظوا عندنا هين مكتوب شوف واي فور كاش طبعا بحكي لك انسخة في الاس دي كارت اندرويد بعد ايك راح ننسخة في ملف او مجلد اسمه أو بي بي اوكي راح ننسخة هناك نعمل استخلال ملف بعد ايك راح نفتح بطاقة الذاكرة الداخلية غالبا هي حتكون نفتح ملف اسمه اندرويد او مجلد الاندرويد عليك رح نفتح مجلد اسمه OPP ورح نعمل هين بزر يمين لصف اوكي بهاك احنا انتهينا من نقل ملف الداتا وتثبيت اللعبة رح نشوف هل هتشتغل او لا رح نشوف على الجهاز اللوحي جهاز الاندروي تعبه معين رح نفتح ملف اللعبة نشوف كيف في عنا اللعبة هيا زي ما انتم لاحظين ريفولت كلاسيك بريميوم ونفتح ونشوف رح هل هتشتغل او لا زي ما انتم لاحظين اللعبة عنا اشتغلت بدون اي مشاكل وعاها يعمل بيعمل انستولينج للملفات او بيعمل تحميل لللعبة طبعا احنا هيك انتهينا طبعا احنا هيك انتهينا من تثبيت اللي هو اللعبة رح نشوفها نبدأ نشغل في اللعبة ونبدأ التشغيل في المرحلة ونشوف كيف اللعبة ونبدأ التشغيل في المرحلة ونشوف كيف اللعبة احنا هيك انتهينا من تثبيت اللعبة عنا بدون اي مشاكل مشاكل بهاك انتهينا من طريقتنا اليوم لهو تثبيت العاب الاندرويد كبيرة الحجم على الهاتف او غيره من اجهزة تعمل بالنظوم الاندرويد طبعا بالحجم الاصلي بالاضافات الى ملفات الداتم شكرا لمتابعتكم وانتظروا ان شاء الله في شرحات قادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة